موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك مع قواعد التكامل وخدنا قواعد التكامل هيك الان انا لما اعطيك درس معكوس المشتقة بكون مرتاح وانا بعطيك الدرس هذا. طيب خلا نبلش يا استاذ في معكوس المشتقة سريعا وما نحكيش كتير. اول اشي هذا الكلام المكتوب عندك بالاسود. اذا كان قاف اقترانا متصلا في الفترة الف وباء. ما له قاف متصل. طيب ماشي. فان ميمسين معكوسا لمشتقة الاقتران قاف سين. ايوا. هذا الكلام اللي بدنا اياه. ميمسين ما له? معكوسا لمشتقة الاقتران قاف سين. ميمسين هو المعكوس? ميمسين معكوسا لمشتقة الاقتران قاف سين. اذا كان ميم فتح للسين يساوي قاف سين. اش معنى الكلام هذا يا استاذ? المعكوس اللي هو ميمسين. شو عملت فيه? اشتقيته. شو اعطاك? اعطاك الاقتران اللي بيحكي عنه. اللي هو هذا واعتبر معكوس لمشتقته. خربطنا. لأ. بسيطة الشغلة بسيطة. المعكوس اشتقه. بس. هاي كلمتين. المعكوس شو تعمل فيه? تشتقه. المعكوس تشتقه. المعكوس تشتقه. هنشتقه. يبقى لما تعرف المعكوس المعكوس شو تعمل فيه? تشتقه. هيعطيك الاقتران هداك. معناته هو معكوس. طيب. يبقى مين فتح للسين سوقها في لكل سين تنتبه لا ايش? لا الفهم. تعال نشوف مثال بدون ايش? ما نحكي كتير. ازن القاعدة ايش? المعكوس هنشتقه. اه طرق كلمة معكوس المشتقة زمان كنا نسميها الاقتران البدائي. اقتران بدائي. يعني لو فيه امتحان جديم. شفت كلمة بدائي. اقتران بدائي ايش يا استاذ? اقتران بدائي. اقتران بدائي. يعني معكوس المشتقة. وفي فلسطين شو بسموها? الاقتران الاصل. المعكوس او البدائي او الاصل. كل هاتها مسميات. احنا الان شو مسمينه? حاليا احنا بنسميه معكوس المشتقة. او معكوس لمشتقة الاقتران قافصين. فالمعكوس شو هتعمل فيه المعكوس? مش تعمل مع معكوس مع لبن. معكوسة مخشي يعني. لا متعملش مخشي. لا. احنا المعكوس هون راح نشتقه. تعال نشوف سريعا المثال ونفهم الموضوع. بحكي لي بين ان الاقتران ميم الذي قاعدته ميم سين وساوي سين تكعيب زائد سين هو المعكوس. حلو. وان المعكوس ميم سين. من الكلام بحكي لي هادا هو المعكوس وبيحكي لي بين طبعا. بس ميم سين هو المعكوس لمشتقة قافة الذي قاعدته وقاف سين ها. فاحنا هنحكي له الحل. المعكوس وينه? اللي بيحكي عنه ميم سين. ميم سين يساوي سين وسطلات زائد سين. واحنا حكينا بما ان انت بتحكي انه هادا هو المعكوس هنشتقه. المعكوس بنشتقه. ميم سين. ميم فتح على السين. يساوي سين تكعيب تلاتة سين تربيع زائد السين اللي هو ايش واحد. تلاتة سين تربيع زائد واحد اللي اعطتك مين? اعطتك قاف سين يساوي قاف سين. وبتكتب له كلمة بسيطة. وقاف متصل على مجاله. حسب التعريف. اقول لك التعريف هون قاف اقترب متصل في الفترة. انت بتحكي له قاف متصل على مجاله. اي كلام. طيب لما اشتقنا ميم. ميم فتح على السين. اعطت قاف سين. اذا ميم معكوس لمشتقت قاف. خلاص هيك? بس هيك? اه بس هيك. المعكوس اشتقه يعطي قاف. المعكوس اشتقه يعطي قاف. خلاص. تعال شوف رقم اتنين. بين ان الاقتران ميم سين موساوي جذر سين تربيع زائد ستة سين. هو المعكوس. ايبا هذا المعكوس. امسك. امسك امسك المعكوس.وا. الحال. بسيطة. شو بعمل. ميم سين. ايوه المعكوس. امسك في المعكوس. ميم سين ووساوي جذر. سين تربيع زائد ستة سين. المعكوس شو هتعمل فيه? هتشتقه. ازان مين فتح على السين? يساوي. هذا جذر تربيعي. مشتقط ما داخل الجذر. اتنين سين زايد ستة. على اتنين بالجذر نفسه. على اتنين جذر. سين تربيع زايد ستة سين. اعطاك القاف سين. قاف سين سين زايد تلاتة. او سازد اتنين سين زايد ستة. يا سلام خد عمل مشترك. الله رزع منك هسا. خد اتنين عمل مشترك. خد اتنين. هيضل سين زايد تلات. اختصرها مع الاتنين اللي تحت. يطلع عندك سين زايد تلات. على جذر سين تربيع زايد ستة سين. شو عملت يا استاذ? ما انا حكيت لك خط من هون. اتنين عمل مشترك. اختصرها مع الاتنين اللي تحت. طب هذا سين زايد تلات على جذر سين تربية زي ستة سين. اللي هو نفسه اعطاك قاف سين. وبتكتب له وقاف متصل. كذب هاي الكلام. هيك بس اهي كلام. وقاف متصل على مجاله. طيب لما اشتقت ميم اعطاك قاف معناته ازا ميم معكوس لمشتقت قاف خلص هذا هو. المعكوس بتشتق وبيعطيك الاقتران هداك. طيب هاي السؤالين كمان. هدول اللي ممكن مكتوبات عندكو. الدوسية. هدول اه يعني زيادة في الاكتاب هدول. الحل. صلتوا انا بيجي معه. الله ما صلعها سيني محمد. اه بس هيك يا استاذ. اه. بين انا الاقتران ميمسين هو معكوس. وين المعكوس? هيو. امسك امسك. مش حرامي طبعا. امسك معكوس. طيب. امسك للميم سين. هايو ميم سين. يساوي سين على سين زائد واحد. المعكوس شو هنعمل فيه? هنشتقه. المعكوس هنشتقه. ميم فتحه للسين. اشتق المعكوس. يساوي. هاي قسمة. المقام تربيع. سين زائد واحد. مشتقة البسط واحد. ناقص البسط اللي هو سين. مشتقة المقام برضو واحد. يبقى المقام في مشتقة البسط. ناقص البسط في مشتقة المقام اللي هي قاعدة القسمة. طبعا هون سين. هتروح مع سالب سين. شو هيضل عندها? هيضل عندي واحد على سين زائد واحد تربيع. هذا القوس لو رفعته لفوق. هيصر سين زائد واحد قوة سالب اتنين. وهذا نفسه اللي هو مين? سين زائد واحد قوة سالب اتنين. اللي هو نفسه قاف. وبتكتب له قاف متصل على مجاله. طيب ازا ميم معكوس لمشتقة لمشتقة قاف. بس هيك. بس هيك. تعالي بعض رقم اربع. الحل. بين انا الاقتراب ميم سين سوي جيب تربيع سين هو معكوس. امسك معكوس. ميم سين. يساوي جيب تربيع سين. اشتق المعكوس. المعكوس شو بنعمل فيه? بنشتقه يا استاذ. ميم. فتحة للسين. جيب تربيع سين. قوة. دائري. زاوية. انتم عارفين. القوة تنزل والنقص منها واحد. تصر اتنين. جيب. قوة واحد سين. الدائري. مشتقة جيب سين. جاتة سين. الزاوية. مشتقة السين واحد. نسمحك فيه. طب اتنين جيب سين جاتة سين. اللي هي متطابقة. اللي هي جيب تنين سين. مزبوط هيك. طب جيب تنين سين هي نفسها ايش? قاف سين يساوي قاف سين. وبتكتب له برضو. وقاف متصل على مجاله. معناته ازا ميم هو معكوس لمشتقة قاف بس. يبقى الحد الان المعلومة اللي عندي ان المعكوس امسكه اشتقه ازا اعطاك الاقتران هداك معناته هو هدا المعكوس. هو هدا المعكوس هيك انا ببين له ان هو هدا ايش? هدا المعكوس. واضحة الفكرة هاي? بننقل ع فكرة تانية? سهلة الفكرة هاي يا جماعة? سهلة جدا يا استاذ. تمزح معنا يعني? طيب ماشي. اللهم صلاة سين محمد. الاسئلة هاي بيحكي لك اذا كان ميمسين اقترانا معكوسا لمشتقة قاف. طيب استنى شوي. الحل. انا نكتب. الحل. اذا كان ميمسين اقترانا معكوسا لمشتقة قاف سين. حيث ميمسين معطني سين تربية زال الف سين. وكان قاف واحد يساوي اربعة جد قيمة الثابت مين? الثابت قليل. ميم هو المعكوس. ميم هو ايش? المعكوس. بما ان ميم هو المعكوس. معناته ميم فتحة. ميم هو المعكوس. ميم معكوس لقاف. طيب فاحنا بنحكي ايش? ميم معكوس لمشتقة قاف يعني. الميم بنشتقه. يعني ميم فتحة بتساوي قاف. ميم فتحة تساوي قاف. معي جماعة. طب لو كتبنا ميم فتحتين هتسوي يا استاذ قف فتح معروف ميم فتحة قف ميم فتحتين قف فتحة طب ميم تلت فتحات هتسوي قاف فتحتين يا استاذ طب لو كتبنا ميم نون يعني المشتقة نون هتسوي قاف نون ناقص واحد صح لان المشتقة اللي هون اجل من اللي هون بواحد دايما المعكوش سابك او ازود سابك او ازود بمشتقة يعني ميم فتحة سوي قاف ميم فتحتين قاف فتح ميم ثلاث فتحات قاف فتحتين ميم نون قاف نون ناقص واحد طيب هو معطيني هون في السؤال معطيني قاف واحد سوي اربعة ما هي القاف هي نفسها هاي هالقاف دي ميم فتحة القاف هي نفسها يمن معناته ميم فتحة للواحد بتسوي اربعة برضو قاف واحد سوي اربعة ميم فتحة للواحد سوي اربعة فهي عندك الميم سين اشتقه ميم فتحة للسين. هتساوي اتنين سين زائد الف. ممكن تكتب بساوي قاف سين عادي يعني. ممكن تكتب مين فتحة بتساوي قاف سين هيك او هيك. نفس الايش يعني بتاخد ايه بتاخد قاف واحد يعني مين فتحة. طب مين فتحة الواحد تساوي اربعة. مين فتحة للواحد. اتنين بواحد اتنين زائد الف. تساوي اربعة. معناته الف. هتساوي نقص اتنين نقص اتنين. الف تسوي ايش? الف تسوي اتنين. بسيط جدا يعني السؤال بسيط. قد ما تتخيل. قاف واحد تسوي اربع معناته ميم فتحة للواحد تسوي ايش? لاربع. ميم معكوس لمشتقط قاف. ميم معكوس لمشتقط قاف. ميم فتحة تسوي قاف. ميم فتحتين تسوي قاف فتحة. وهكذا. مفهوم هيا يا جماعة. دعنا اخد اللي بعديها. طيب ماشي. اذا كان قاف سين سوي الف سين زائد با. وميم سين معكوس لمشتقط قاف برضو. جد الف وباع علما ان ميم فتحة للواحد تسوي ستة ميم فتحتين للواحد يسوي ثلاثة. هنكتب له الحل. شو ما اعطيك هون? ميم فتحة للواحد تسوي ستة ميم فتحة للواحد يسوي ستة. معناه تقاف واحد يسوي ستة هيك معناه. احنا حكنا دايما المعكوس ازود من هذا الفتحة اشيل منه فتحة يطلع قاف. وكتب لك ميم فتحتين للواحد تسوي ثلاثة. ميم فتحتين للواحد بتسوي ثلاثة. معناته قاف فتحة للواحد برضو بتسوي ثلاثة. طب هاي معلومات كويس. بلش الان عوض. عندك قاف واحد تسوي ستة. هاي قاف سين اكتب ليها كمان مرة. قاف سين. تسوي الف سين. زائد با. حلو. عندك قاف واحد وساوي ستة. قاف واحد. الف بواحد الف. زائد با. وساوي ستة. طبعا هاي بقدرش احلها. لانها فيها مجهولين. هسميها رقم ايش? هسميها رقم واحد. طيب عندك كمان قاف فتحة. اشتق. طبعا ما تشتقش من عند القاف واحد. احنا بنشتقن عند القاف سين يا جما. نشتق من orين? بن عند القاف سين. طب اشتق. بتصير قاف فتحة للسين. الف سين. اللي هي الف. والباق صفر. عندي قاف فتحة للواحد ساوي تلات. قاف فتحة للواحد اللي هي نفسها الف ساوي تلات. هيك عرفنا الف. الف ساوي تلات. ارجع عوض هون. تلاتة زائد باقي ساوي ستة. تلاتة زائد باقي ساوي ستة. معناته برضو بقى تساوي ايش? بقى برضو تساوي تلاتة. يبقى الفكرة الفكرة الاساسية در بالك. الفكرة الاساسية انه المين فتحة هي نصها قاف. والمين فتحتين قاف فتح. المين فتحة نصها قاف. المين فتحتين قاف فتحة وبعدين بتشتغل ايش? في السؤال. تعال هون. نشوف هاد. اذا كان ميم سين معكوس لمشتقة قاف. جيت قاف سالب اتنين. هذا سؤال سهل جدا يعني. وين المعكوس هايو? هنشتق المعكوس. ميم فتحة? للسين. وميم فتحة للسين هو نفسه قاف ها? اللي هو نفسه قاف سين. صح ولا انا غلطان يا جماعة? اه يا استاذ الميم فتحة هو نفسه قاف سين. دايما المعكوس عليه فتحة ازود من هاد. ميم فتحة للسين نساوي قاف سين. يلا اشتق. سين تكعيب? تلاتة. سين تربيع زائد عشرة سين ناقص تلاتة والجين مشتقتها صفر. هو بده قاف سالب اتنين. طب سهلة. قاف سالب اتنين عوض. اللي هي تلاتة سالب اتنين تربيع اتناش عشرة بسالب اتنين سالب عشرين ناقص ايش? ناقص تلاتة. اه اتناش سالب عشرين اللي هي سالب تمانية سالب تمانية سالب تلاتة تطلع ايش? سالب سالب احداشر. بسيط السؤال جدا. ميم سين ميم فتحة اللي هو قاف. قاف سين سوا ميم فتحة شتقيمة تلاتة سين تربيع زائد عشرة سين نقص تلات. اه بده قاف سالب اتنين عوض سالب اتنين سالب اتنين تربيع اربعة. اربعة تلاتة اتناشر. عشرة بسالب اتنين سالب عشرين 12 نقص 20 سالب 8 سالب 3 سالب 11 خلص السؤال طب نيجي لهات برضو ميم سين وساوي معكوس لمشتقط الاقتران قاف برضو جيت قاف واحد طب ما هو معروف ان الميم فتحة على الحال معروف ان الميم فتحة للسين لما نشتقها شو هتعطيني هتعطيني قاف سين لان ميم هو معكوس لمشتقط قاف مشتقها اتنين سين قصة اربعة تمانية سين تكعيب زائد هذا جذر مشتقط ما تحت الجذر اتنين سين عتنين في الجذر نفس وهو جذر سين تربية زائد تلات السؤال الغبي اللي اتنين مع اللي اتنين شو بدك انت بدي قاف واحد بعوض قاف واحد اللي هو ميم فتحة للواحد سيبك من هاي هسة تمانية بواحد تكعيب اللي هو تمانية زائد عوض واحد. واحد تربيع واحد. واحد زيال تلات اربعة. جذر الاربعة اتنين. احنا بنعوض واحد. واحد على اتنين نص. يطلع الجواب تمانية. تمانية ونص. ازا بدك اتنين بتمانية ستاشة واحد. سبعتاش. سبعتاش على سبعتاش على اتنين. سهل السؤال متهيال. هه? في مشكلة السؤال هذا يا جماعة. اموره ماشية تمام. اه طيب. في سؤال في الكتاب. خلينا اكتب بسرعة. بدي امحي واحد من هدول. واكتب هاد السؤال. ونحله سريع. هدول مكتوبات عند نكفردوسية هدول لا. ازا بتحبوا النكويش تكتبوهم قبل قبل ما محيهم. نمحي مين? امحي اللي تحت هاد خاطر. ماشي. وهاي السؤال بيحكي لي. ميمسين معكوس لمشتق قاف. اذا كان ميمسين معكوس لمشتقت قاف. ايوة. اه حيث قاف سين. حيث سؤال في الكتاب هاد. ما اعطيني قاف سين. يساوي. اه. ضتا سين زائد واحد. ضتا سين زائد واحد. والسؤال بيحكي لي. جد جد ايش. ميم فتحتين لباي على الارضة. ماشي الحال. برضو سؤال بسيط جدا. الحال. معروف ان القاف سين ميم فتح للسين. هي نفسها قاف سين. طب ما هو قاف سين موجود عندي. ضتا سين. زائد واحد. صح? ميم فتح للسين قاف سين. قاف سين ليه ضتا سين زائد واحد. انسانة من القاف سين هسا. بنحكي لها بعد اذنك يا قاف سين. روح لنا بعيدة شوية. بدنا شياك. خلال شكرا شكرا عملت اللي عليك. ميم فتحة للسين. احنا بدنا ميم فتحتين. اشتق كمان مرة. صير ميم فتحتين للسين. هتساوي. اشتق الضتا سين. الضتا سين. شو مشتقت الضتا يا جماعة? سالب قتا. تربيع سين. ها? والواحد طبعا مشتقته ايش? صفر. طب بدنا ميم فتحتين? ميم فتحتين لباي على اربعة? عوض ميم فتحتين? لباي. لباي على اربعة. اللي هي بتساوي? سالب قتا باي على اربعة. عليها تربيع يا استاذ. حاضر ممكن نكتب التربيع هون. ما في مشكلة. اللي هي بتصير سالب. شو قتا لباي على اربعة? القتا مقلوب الجيب. شو جيب لباي على اربعة. جيب الباي على اربعة يا استاذ. اللي هي خمسة واربعين. واحد على جذر اتنين. معناته مقلوبها قتا. باي على اربعة يا استاذ. مقلوب هاي جذر اتنين. طب لما نربعها تربيع تربيع. بصير قتا باي على اربعة تربيع اتنين. يطلع الجواب ايش? سالب اتنين. متهيق لي سهل السؤال. ازا لا تنسى الشغلة هاي. معناته 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 مين فتحة يسوي قاف مين فتحتين يسوي قاف فتحة مين تلات فتحات يسوي قاف فتحتين. وهكذا. لا تنسى هدول نهائيا هاي اول وحدة اهم اهم وحدة في الموضوع. سهلات الاسئلة هاي صح? مين معكوس لمشتقت لمشتقت قاف? خلاص نغل نعيد ونزيد لاش في الحكاية. موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك.